اشتركوا في القناة من غنيم من لغة الإشارة الجدة هي إنسانة مهمة في الحياة وهي الإنسانة العطوفة تتصف بالعطف والحنان والطيبة أيضا تعطف على أبنائها وعلى أحفادها أيضا وعن تلكم الجدة نتحدث في هذا اليوم عن الجدة النص الشعري هو عبارة عن عشرة أبيات تتكلم عن الجدة قالها الشاعر العربي المشهور أحمد شوقي الشاعر أحمد شوقي نقرأ الأبيات بداية نتعرف على قراءة الأبيات قراءة صحيحة بل وننشدها إن شاء الله السؤال يقول أستمع للنص بتركيز وانتباه لأنشده لأنشده إنشادا جميلا خاليا من الأخطاء إن شاء الله فهل أنتم مستعدون إذن ننطلق على بركة الله ننشد مع بعض هذا الدرس الجميل وهذا النشيد الرائع لي جدة ترأف بي أحنى علي من أبي وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي إن غضب الأهل علي كلهم لم تغضبي مشاء بي يوما إلي مشية المؤدبي غضبان قد هدد بالضرب وإن لم يضربي فلم أجد لي منه غير جدتي من مهربي فجعلتني خلفها أنجو بها وأختبي وهي تقول لأبي بلهجة المؤنبي ويح له ويح لهذا الولد المعذبي ألم تكن تصنع ما يصنع إذ كنت صبي للشاعر أحمد شوقي بداية أيها الطلاب والطالبات نتعرف على معاني الكلمات ومعاني الشرح لهذه الأبيات والصور الموجودة في هذا الدرس التي ضمنها الشاعر أحمد شوقي في هذه الأبيات أولا الشاعر يقول في البداية لي جدة ترأف بي كلمة ترأف بي أي تحن علي وتعطر كما هي موجودة في المعجب المساعد أحن علي من أبي يعني أكثر عطفا وأكثر حنانا من أبي وهذه صفة موجودة في الجدة أليس كذلك هي دائما تكون يعني على قدر كبير من الحنية والأب كذلك والأم فيهم حنية وفيهم حنان وعطف ولكن الجدة لأنها هي والدة الأب والأم فهي بالتالي تكون حنونة يعني بشكل أكبر على أحفادها وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي أي شيء يجعلني سعيد أنا أيها الأبن تأتي الجدة وتكون معك وتذهب فيه مذهبي أي تكون مؤيدة لرأيي ولماذا ذهبت إليه أي شيء أريده أنا تكون جدتي معي في نفس المذهب وفي نفس الرأي لأنها تحب أحفادها حبا شديدا لحبها لهم حبا شديدا فهي تؤيدهم في كل شيء يذهبون إليه لدرجة أن إن غضب الأهل علي كلهم لم تغضب لو الأهل كلهم غضبوا علي من أي تصرف ولو غضبوا كلهم لو غضبوا كلهم فهي الجدة لا تغضب لاحظ هنا كلمة كلهم ألا تذكرنا بدرس أخذناه في نص الفهم القراءي هناك تدريب في نص الفهم القراءي رعاية المسنين في الإسلام عن كل ونفس وعين أليس هذا توكيدا بلى توكيد إن غضب الأهل علي كلهم لم تغضب هذا سلوب توكيد في كلمة كلهم ولو حذفنا كلمة كلهم لا استقام المعنى بشكل عادي إن غضب الأهل علي لم تغضب لكن لتأكيد الكلام فنقول إن غضب الأهل علي كلهم لم تغضب حينما ترى الطالبة مثلا أو الطالب يمر من جوار غرفة المدير أو المديرة فيقول رأيت المدير والمعلمين متواجدين فنقول له هذا الكلام خبر جميل ولكنه عادي ولكن لو قال وقالت رأيت المعلمات كلهم أو كلهم رأيت المعلمات كلهم معلماتي كلهم كلهن والولد يقول رأيت المعلمين كلهم فنقول الجملة هذه فيها زيادة التأكيد بإضافة كلمة كل أو جميعهم أو جميعهن فهذه لزيادة التوكيد وهي من المؤكدات في اللغة العربية القصة تقول مشى أبي يوما إلي مشية المؤدبي الأب جاء ومشى مشية المؤدب لأن الأب يريد أن يؤدب هذا الولد وربما يكون الولد هذا أخطأ في خطأ معيد والأب بحكم أنه أب يريد أن يربي ابنه ويريد أن يصحح هذا الخطأ وربما يكون الخطأ كبيرا مشية المؤدبي غضبان الأب غضبان قد هدد بالضرب وإن لم يضربي واضح أن الخطأ كبير فهدد بالضرب الأب وإن لم يضربي حتى لو كان ما يضرب إلا أنه هدد بالضرب يعني أحيانا الأب يهدد بالضرب ولكنه لا يضرب لشدة حبه لوالده فلم أجد لي منه غير جدتي من مهربه الآن الأب هو في ورطة الأب قادم إليه ليضربه ولكن الأب في البيت ولا مفر من هذا الضرب لم يجد من يحتمي فيه بعد الله إلا جدته فذهب إلى جدته فلم أجد لي منه غير جدتي من مهربي فجعلتني خلفها وصل إلى الجدة حينما وصل إلى الجدة جعلته خلفها الأب اختفأ خلف ظهر جدته فجعلتني خلفها لماذا؟ أنجو بها وأختفي كي أسلم من العقاب أنجو بها وأختفي أختفي عن أنظار والدي وهنا الوالد يقف حائراً ويقف صامتاً لا يمكن أن يؤذي ابنه مدام خلف والدته لأن الجدة هذه هي أم لمن؟ هي أم للأب وهي تقول أي الجدة وهي تقول لأبي بلهجة المؤنبي المؤنب هو الموبخ الأب الآن أراد أن يعاقب ابنه فهي تقول لولدها الذي هو الأب بلهجة المؤنب الموبخ توبخ ولدها توبخ الأب فتقول ويح له ويح لهذا الولد المعذب تقصد الأب الولد المعذب ألم تكن تصنع ما يصنع إذ كنت صبي أنت أيها الأب ألم تكن تصنع حينما كنت صغيراً مثل ولدك الآن كلنا نخطو والبشر يخطوون ولكن الأب أراد من البحث عن ولده أو من الجري وراء ولده أراد أن يؤدبه ويربيه وينبه على خطأه سواء بالضرب أو غيره نتفق مع الضرب أو نختلف لكن الأب يريد أن يربي ولده وسنأتي لقضية الضرب في التمارين إن شاء الله ألم تكن تصنع ما يصنع إذ كنت صبي لأن الأم أيضاً كذلك كانت حينما كان الأب صغيراً أيضاً كانت تلاحظ الخطأ لدى الأب وأن الأب بكل تأكيد أنه كان يخطئ وكيف كانت تتعامل الأم مع هذا الخطأ أكيد بالصبر على أذى هؤلاء الأبناء حينما يكونون صغار هذا هو النص نقرأه مرة أخرى لنتعرف على القراءة الصحيحة والسليمة للنص فنقول وأرجو أن تقرأوا النص أيضاً جيداً وإذا احتجتم إلى قراءة النص بشكل صحيح فيما بعد تستطيع من خلال هذا الباركود أن تضع الجوال عليه ويأتي إليك النص بشكل صحيح وبقراءة صحيحة وتتدرب عليه وتقراه كثيراً هيا وحاولت أردد معي في الدرس لي جدة ترأف بي أحنى علي من أبي وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي إن غضب الأهل علي كلهم لم تغضبي مشى أبي يوماً إلي مشية المؤدبي غضبان قد هدد بالضرب وإن لم يضربي فلم أجد لي منه غير جدتي من مهربي فجعلتني خلفها أنجو بها وأختبي أختبي بمعنى أختفي عن الأنظار أختفي عن الأنظار وهي تقول لأبي بلهجة المؤنبي ويح له ويح له لهذا الولد المعذبي ويح له ويح له لهذا الولد المعذبي ألم تكن تصنع ما يصنع إذ كنت صبي إذ كنت صبي لاحظ عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة آخر حرف في هذه الأبيات طبعاً السطر كامل يسمى بيت السطر كامل يسمى بيت هذا البيت الأول والبيت الثاني كم عندنا أبيات لهذه القصيدة هي عشر أبيات ممتازين وممتازات عشر أبيات لاحظ الحرف الأخير ما هو نلاحظ هنا ي ولكن قبلها باء مكسورة وهنا ي قبلها باء مكسورة وهنا باء مكسورة وكذلك كلها باء مكسورة كلها بي 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 هذه في اللولة العربية ماذا تسمى تسمى القافية هذه نسميها القافية هذا الحرف حرف الباء نطلق عليه القافية وهي موجودة في آخر كل بيت طبعا القافية هنا هي ماذا حرف الباء المكسور القافية هي باء باء مكسورة باء مكسورة هذه الكسرة لاحظ هذه الكسرة أيضا إذا طولت إذا طولت الكسرة نطقت الكسرة بشكل طويل تصبح ماذا هي بي كسرة بي يضري بي المؤدي بي إذا طولت الصوت يصبح هناك حرف الياء فتكون مثلا مذهبي فالأصل أنه حرف الباء المكسور الذي يشبه في نطقه الياء فالقافية هنا هي باء مكسورة باء مكسورة المؤنبي وأختبي المعذبي المعذبي كلها حرف الباء المكسورة اتفقنا هذه تسمى قافية نتجه الآن إلى الشاعر الذي قال هذه الأبيات طبعا المعجب المساعد في الكلمات التي نطقناها ترأف بي أي تحنو علي وتعطف لي جدة ترأف بي أي تحنو علي وتعطف أحنى أي أكثر عطفا ورحمة الجدة هي أكثر عطفا من الأب تذهب فيه مذهبي أي تأخذ برأي وتفعل ما أريد أنجو بها أي أخلص بها وأحتمي لأنه هو الآن في ورطة فذهب خلف جدته لكي يحتمي بها المؤنب الموبخ الجدة هنا أنبت الأب لأنها لا تريد لحفيدها أي مكروه الشاعر هو أحمد شوقي أحمد شوقي هو شاعر مصري هو شاعر مصري لقب بأمير الشعراء لقبه أمير الشعراء ولد عام ألف وثمانمائة وثمانية وستين وإذا قرأناها من اليمين نقول عام ثمانين وستين وثمانمائة وألف للميلاد أحمد شوقي يعد أول من كتب المسرحيات في يعد أول من كتب المسرحيات الشعرية هناك مسرح ولكنه يطلق أو يكون فيه الكلام بالشعر وهو أول من ألف في الكتب في المسرحيات الشعرية كتب حكايات شعرية للأطفال على ألسنة الحيوان والطير مثل القصص التي نسمعها قصة الأرنب وقصة الأسد القصص التي نراها في المكتبة وهذه القصص هو كتب مثلها على ألسنة الحيوانات كأن الحيوانات هي التي تتكلم فقال الأرنب كذا وكذا أو قال الأسد للذئب كذا وكذا هذه القصص هو كتب حكايات شعرية للأطفال ولكنها بالشعر طبعا بالشعر على ألسنة الحيوان والطير والنبات تعلمهم الخير وتأنهاهم عن الشر مثل ما نرى مثل القصص هذه النبات يتكلم والزهرة يتكلم من أجل تقريب الصورة للأطفال امتازت الحكايات الشعرية بالوضوح والسهولة والطرافة لأن الحكايات هذه أليست موجهة للأطفال يجب أن تكون واضحة ومعانيها صحيحة وواضحة وجميلة وبسيطة أيضا وتكون أيضا طريفة من أجل أن الإنسان لما يقرأ عندما يقرأ مثال هذه القصص يقرأها وهو مستمتع ومن الذي لا يستمتع بالقصص القصص هي مجال ثري جدا لأننا نستمتع ونمسك الكتاب ونتعرف على معاني هذه القصص له ديوان شعري من عدة أجزاء اسمه الشوقيات ما اسمه ديوان الشوقيات ولاحظوا هنا ومنه هذا النص يعني النص من أين أخذ أخذ من ديوان الشوقيات توفي عام ألف وتسعمية واثنين وثلاثين أو اثنين وثلاثين وتسعمية وآلف هذا الميلاد وهذه الوفاة هل نستطيع حساب عمر الشاعر أحمد شوقي نستطيع حسابه ولو سمحتم احسبوا عمر هذا الشاعر ولتتعرفوا على عمره كم كان نتجه إلى هذا التدريب الجميل أقرأ الأبيات مع مجموعة قراءة معبرة اثنين نرشح أحد عضاء مجموعتنا اللي يلقى الأبيات أمام الصف كل واحد منكم يقرأ الأبيات في البيت في مكان يكون مناسب اقرأها وتعرف على القراءة الصحيحة وارفع صوتك ولا بأس في ذلك ولاحظ الناس وأملأ المخطط التالي أستخرج من النص أسلوب توكيد هناك أسلوب توكيد في النص أين هو أسلوب توكيد أخذناه وهي كلمة كلهم أو كلهم أسلوب توكيد وهو كلهم حرف جزم أخذنا حروف الجزم إما أن يكون لم أو لا الناهية أو لام الأمر هل يوجد لم أو لا الناهية أو لام الأمر في الأبيات انظر إلى الأبيات وتعرف موجود نعم موجود وهو كلمة لم الحرف لم هذه فتحة وهذا سكون كلمة لم لم اسم مكان هل هناك اسم مكان في الأبيات اسم مكان طبعا ابحث عن فعل ماضي ثلاثة حروف وقبلها ميم مفتوحة مفتوحة هي كلمة مهرب كلمة مهرب كلمة مهرب لاحظ معي كلمة مهرب مهرب احذف الميم تصبح ثلاثة أحرف هرب طبعا مع تغيير الحركات هذا هو اسم المكان الذي أخذناه في درس اسم الزمان والمكان ثلاثة حروف مع إضافة ميم مفتوحة مع إضافة ميم مفتوحة عنوان النص هو الجد عنوان النص هو الجد عفوا ليس هنا هذا مصدر النص عنوان النص نكتب هنا الجد 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 اسم الشاعر تحدثنا عنه هو أحمد شوقي أحسنتم أحمد شوقي مصدر النص من أين أخذ النص من أين أخذ من أي كتاب أخذ نعم هو من ديوان الشوقيات ديوان الشوق أو نكتبها تحت أفضل ديوان الشوقيات الشوق الشوقيات عدد الأبيات كم بيت موجود في هذه القصيدة الجميلة هي عشرة أبيات نكتب عشرة أبيات عشرة أبيات الحرف الأخير في الأبيات هو ماذا؟ الحرف الأخير اللي هو القافية القافية في الأبيات هو كما ذكرنا باء مكسورة باء مكسورة باء مكسورة هذا هو حل هذا التدريب نكمل التدريبات إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله لكم منا أعذب التحايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة